الانفراسبانيتس مصل موجودة أسفل السكابولار سباين وهي عضلة مسلسة الشكل والإنسيرشن بالنسبة للانفراسبانيتس مصل هو الجريتر توبركي الأفزاهيومرس والأوريجين هو الميديا البوردر أفزاهيومرس من الجانب الخلفي ووظيفة الانفراسبانيتس مصل هو اللاترال روتيشن أفزاهيومرس وتثبيت مفصل الجلينوهيومرال جوينت وأسفل الانفراسبانيتس مصل موجود التيرز مائنور مصل على نفس الحزة ونفس الإنسيرشن وهو الجريتر توبركي الأفزاهيومرس لكن الأوريجين للتيرز مائنور مصل هو اللاترال بوردر أفزاسكابولار ووظيفة التيرز مائنور مصل هو نفس وظيفة الانفراسبانيتس مصل لاترال روتيشن أفزاهيومرس وهي ستبلايز زاجلينوهيومرال جوينت وآخر عضلة من عضلات الإسكابولة هي السابسكابولاريز مصل واللي موجودة على الجانب الأمامي من الإسكابولة وهي عضلة مسلسة الشكل والإنسيرشن بالنسبة للسبسكابولاريز مصل هو الليزر توبيركل أوفزاه يومرس والأورجين هو كل السابسكابولار فصة وظيفة السابسكابولاريز مصل هو الميديا الروتيشن للهيومرس ومنع أي إزاحة في مفصل الكتف للأمام وبكده نبقى خلصنا تاني مجموعة من عضلات الكتف وهي عضلات لوحي الكتف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر